لكننا نذكر معا ما قاله أبو القاسم القشيري حين ذكر لنا في الرسالة القشيرية عن الرضا ووصف الرضا بأن له باب كامل يتحدث فيه أهل العلم وأهل الله والعارفون بالله يقول إن محمد بن خفيف قال الرضا على قسمين رضا به ورضا عنه فالرضا به أن يرضاه مدبرا والرضا عنه يكون فيما يقضي به ونختم بما ذكره عن رابع العدوية رحمه الله فقال نقلا عنها متى يكون العبد راضيا حين سئلت فقالت إذا سرته المصيبة كما سرته النعمة هكذا تحدث الناس وأهل العلم والعارفون بما وجدوا من التصوف في طريق جديد الليلة نمشيه تقربا لله سبحانه وتعالى ننطلق معكم من مملكة الدراوش